شاهدين الكرام مرحبا بكم جميعا في هذا العدد الأخير من تونس الاقتصادية لسنة 2020 ونبدأه بالعنوين 2020 سنة استثنية في تونس بسبب وباء كورونا تأثيرات وباء كورونا على انقطاع السياحي ماذا بعد الأزمة تقيم سوق الصرف وبرصة الأوراق المالية في هذا العدد ما هي المهارات التي ندخل بها سنة 2021 في المؤسسات الاقتصادية مرحبا بكم في المشاهدة مشاهدين الكرام على الوطنية الأولى ونرحب بضيفنا في هذا العدد الأستاذ عزدين سعدان الخبير المالي والاقتصادي مرحبا بك سعزدين أهلا سيد الكريم أهلا وسهلا إن شاء الله ناخفهم بعضنا على حصيلة هذه السنة صعبة تقريبا منذ الاستقلال هي الأصعب إن شاء الله ونستشرف سنة 2021 من حيث توجهات الاقتصاد الوطني والنظام الاقتصادي في تونس بشكل عام نعم نبدأ بهذا التقرير الذي أعدته الزميلة فاطمة غربال بن جمعة حول الحصيلة الخاصة بسنة 2020 ثم نبدأ النقاش عام استثنائي بكل المقيس عام 2020 اللي نودعوه خلال أيام كان عام التحديات والامتحانات وبا كورونا اللي حل في تونس كما بقيت بلدان العالم بإكرهاته دفع الجميع إلى مراجعة الحسابات إجراءات استثنائية تم اتخاذها سواء في المجال الصحية والاقتصادي أو الاجتماعي مكنت تونس من تجاوز المرحلة الأولى من الوباء رغم التأثيرات الاقتصادية العميقة شهر جانفي شد أحداث كبيرة منها أعلان تشكيل حكومة الحبيب الجملي اللي لم تنال الثقة واستيناد على ذلك تم تفعيل الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور حيث قرر رئيس الجمهورية يوم 20 جانفي اختيار إلياس الفقفاخ لهذه المهمة شهر فيفري 2020 حكومة الفقفاخ تنال ثقة البرلمان وفي 27 فيفري حصلت الحكومة على 121 صوت ليتسلم الفقفاخ الحكومة في 28 فيفري في شهر مارس فيروس كورونا ينتشر في تونس وفرض حجر صحي شامل حيث تم تسجيل أول إصابة مؤكدة يوم 2 مارس لمواطن عائد من إيطاليا وبعد يومين تم الأعلان عن إيقاف الرحلات القادمة من جنوة خلال شهر مارس عرفت تونس تطور في الحالة الوبائية وللحد من تفشي الفيروس تم يوم 9 مارس الإعلان عن تقديم العطلة المدرسية بالنسبة للتلاميذ والطلبة ورئيس الجمهورية يعلن يوم 20 مارس عن غلق المناطق الصناعية الكبرى ومنه التنقل بين المدن وإقرار الحجر الصحي الشامل شهر أفرير تم إقرار مساعدات للمتضررين من الوباء والتمديد في الحجر الصحي حيث أن يوم 3 أفريل بدأت الحكومة في صرف المساعدات للعائلات المنتفعة ببطاقة العلاج بالتعريف المنخفضة واللي أحيلوا على البطالة بسبب الوباء ماي تم رفع الحجر الصحي الشامل وتحديداً يوم 4 ماي سمحت الحكومة بعودة الوظيفة العمومية بنسبة 50% وبنسبة 100% للمهنة الحرة 11 ماي عادت محلات الحلاقة والمغازات الكبرى للنشاط 26 ماي تم استئناف نشاط المحاضن ورياض الأطفال بنسبة 50% وفي 28 ماي تم استئناف الدروس بالنسبة لتلاميذ البكالوريا في جوان 2020 تونس تفتح حدودها لمحاولة إنقاذ الموسم السياحي وأعيد فتح المساجد والمطاعم والمقاهي في 14 جوان الفخفاخ يعلن عن الفوز بمعركة كورونا ويعلن رفع الحجر الصحي الشامل وفي 27 جوان تم فتح الحدود الجوية واستئناف الرحلات واستقبال السياح شهر جوليا كان ساخن على المستوى السياسي والاقتصادي حيث بلغ انكماش الاقتصاد التونسي نسبة 21.6% خلال الثلاثة الثانية من السنة وطفت على السطح أزمة تضارب المصالح بالنسبة لرئيس الحكومة اللي خلت هذا الأخير يقدم استقالته لرئيس الجمهورية ويوم 25 جوليا انتلقت مشاورات تشكيل الحكومة الثالثة في 2020 شهر أوه تعرف أيضا ارتفاع في معدل بطالة ليبلغ 18% حيث انخفض السكين نشيتين بـ 161 ألف خلال الثلاثة الثانية كما اشهد هذا الشهر منح الثقة لحكومة هشام المشيشي سبتمبر 2020 تراجع نمو الاقتصاد التونسي بـ 10% مقارنة بالسنة الفارطة وحافظ معدل التضخم على نسقه التنازلي تدريجيا ليصل إلى مستوى 5.4% بحساب الانزلاق السنوي أكتوبر 2020 ارتفع في نسق الاحتجاجات الاجتماعية وفيروس كورونا يضرب بقوة من جديد نوفمبر 2020 الاتفاق النهائي حول ملف الكامور وفضيحة النفايات الإيطالية تستأثر باهتمام التونسيين وإضراب في سلك القضاءات والصحفيين ديسمبر 2020 رفض البنك المركزي تمويل عجز الميزانية التكميلية لسنة 2020 ويطالب بترخيص تشريعي 10 ديسمبر المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2021 برمته 110 نعم 2 احتفاظ و21 رفض كما عرف هذا الشهر مأساة وفاة الطبيب بدردين العلوي في مستشفى جندوبا وانتفاضة للأطباء 20 ديسمبر إقالة وإقاف وزير البيئة وشؤون المحلية وإحالة 23 متهم في علاقة بنفايات إيطاليا 24 ديسمبر إقاف صاحب قناة نيسمان في علاقة برصد 143 ألف مليون دينار مجهولة المصدر هكا كانت سنة 2020 منهكة على جميع المقييس الاقتصادي الاجتماعي والسياسي فهل تكون سنة 2021 أفضل؟ هذا هو مشاهدين الكرام كما قالت الزميرة فاطمة بن جمعة كانت سنة منهكة على جميع المستويات سياس دين أكيد أنت عندك مقاربات وعندك تحليل وعندك رؤاة في مجال الاقتصاد الوطني ديما نستأنسو بها في الحقيقة سواء على المستوى الرسمي أو حط على مستوى وسائل العلم أكيد مش قد من الإضافة في هذا المجال هنا شفنا في التقرير ثم تداخل الاجتماعي بالسياسي بالاقتصادي وكلها كانت عندها تأثيرات على الاقتصاد كيف اشتقنا المؤشرات اللي كنا نعرضوا فيها؟ شكرا أنا سعيد بوجودي معاكم أولاً مرحباً سيدي ونهنيك على هذا البرنامج الجيد وحبيت تقول لك أولاً أن التقرير الحقيقة ممتاز جداً وذكرنا أن سنة 2020 كانت فيها أحداث ثقيلة جداً وهزات قوية جداً لهذا البلد وتونس ولا تزال صامدة والحمد لله وإن شاء الله تبقى صامدة وإن شاء الله ندخل في الإصلاحات الحقيقية لكن سنة 2020 كانت من أصعب سنوات في تاريخ تونس وخاصة في التاريخ الاقتصادي والمالي والاجتماعي قبل ما ندخل أحنا وقبل ما جي الجائحة لمسة كل بلدان العالم الحقيقة كان الاقتصاد في وضع صعب جداً يعني كل المؤشرات كانت سيئة وكانت في تدهر متواصل ويكفي أن نذكر أنه مثلاً في السوداسي الثاني من السنة الفارطة نسبة النمو كانت سفر وفي الثلاثي الأول من هذه السنة يعني قبل الجائحة نسبة النمو كانت سلبية إلا 2.2% وهذا دليل أن الاقتصاد كان في وضع صعب ووضع منهد حتى قبل الجائحة وبالتبعه جات الجائحة وتسببت في خسائر كبيرة وفي إضعاف يعني كبير للاقتصاد ولكن مثل ما قلنا الجائحة جاءت على كل بلدان العالم ولكن بلدان العالم لم تتعامل مع الجائحة بنفس الطريقة لم تتعامل مع إدارة الأزمة الناجمة عن جائحة الكورونا في كل بلدان العالم بنفس الطريقة سعز دين طبعا نسبة انكيماج حسب تقديرات البنك الدولي وأيضا صندوق النقد الدولي بـ 9% تقريبا إلى أواخر سنة 2020 جائحة كورونا كما تفضلتم سبب رئيسي في هذا التراجع هل هناك أسباب أخرى يعني أصلا يعاني منها الاقتصاد الوطني هيكليا وتنظيميا نعم جائحة الكورونا هي سبب في رأيي لم تكن سبب رئيسي السبب رئيسي هو طريقة إدارة الأزمة الناجمة عن جائحة الكورونا يعني لكل نعرف أنه تكلفة الجائحة تقريبا كانت في حدود 2.5 مليار دينار تقريبا نعم ولكن نحن الآن نتكلم على انكماش ربما يكون ما بين 19% نسبة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد التونسي وما لاحظناه أنه مباشرة وقت للحكومة قرنت الدخول في الحجر الصحي الشامل ماذا حصل حصل أن المؤسسة الاقتصادية بصفة عامة سيوان كانت تنتمي للقطاع الخاص أو القطاع العام وجدت نفسها في وضع غير مسبوك هل لفوجئية الأزمة نعم فوجئية الأزمة والتعامل مع هذه الفوجئية لأن هذه المؤسسة الاقتصادية لقات نفسها أمام وضع ما عادش عندها دخل أو أن الدخل بتاعها تقلص بشكل كبير ولكن في المقابل نفقاتها قبقات مثل ما هي والدولة التونسية كانت تطالب وهي محقة في ذلك تطالب المؤسسة الاقتصادية في مواصلة دفع الأجور حتى نتلافى ونتجنب أزمة اجتماعية كانت تكون كبيرة جدا إذا كان تم قطع دفع الأجور ولكن المؤسسة من أين تقول لك يعني مشكلة سيولة مشكلة إمكانيات كان لابد من توفير هذه السيولة للمؤسسة الاقتصادية وفي الوقت المناسب يعني في شهر أفريل وشهر مايه كانت أشهر صعبة جدا الدولة تلقى 300 مليون دينار من البلوغ أخذنا إجراءات ولكنها إجراءات كانت غير كافية وبعيدة كل البعد الحقيقة على الحاجة إذا قررنا أنفسنا ببلدان أخرى مش بالضرورة بلدان متقدمة حتى بلدان صعيدة أو بلدان نامية يلقوا أن الناس تعاملت مع الأزمة ومع الجائحة بشكل مختلف تماما أنها ضخت إمكانيات كبيرة جدا في اقتصادياتها لسبب وحيد أنها تحمي نفسها وتحافظ على حدودها على حدودها لإعادة الانتلاق بعد الخروج من الأزمة وهذا ما حصل في العديد من البلدان اللي شفناها أنه يعني نسبة النمو في كل هذه البلدان كانت يعني مرتفعة جدا بعد الخروج من الحجر الصحي كانت في حدود 10% و14% فمدول حتى عام 18% نمو في الثلاثين جاء بعد الخروج من الحجر الصحي نحن ما وقعه مختلف ما ننساوش الأرقام التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء يوم السبت 15 أوت كانت في رأيي أرقام مزلزلة ما قال؟ معهد الوطني للإحصاء قال أن نسبة النمو كانت سلبية إلا 21.7% غير مسبوق الرقم غير مسبوق وخطير جدا أكثر من خمص الاقتصاد قال أيضا أن تونس خسرت 161 ألف موطن شغل في ثلاثة أشهر لما ترجم 161 ألف موطن شغل العدد توانسة إذا أخذنا مثلا حجم العائلة المعدل هو أربعة أو إلى خمسة أنفار 161 ألف موطن شغل يعني 750 ألف تونسي كان عندهم دخل في نهاية شهر مارس أصبحوا بدون دخل في نهاية شهر ستة شهر جوان حدث كبير ياسر ثالثا من معهد الوطن الأحساء مع تنشر رقم لك نعرفوه أننا خسرنا آلاف المؤسسات الاقتصادية التي أغلقت أبوابها أفلست وتوقفت تماما عن النشاط وجلها مؤسسات صغرى ومتوسطة بالتالي النتيجة كانت كارثية وكانت خير دليل أننا أخطأنا في إدارة هذه الأزمة بالضبط هنا مشلس لك سؤال نعم بعد إذنك أستاذ عزيزين سعدان ننسيوش زدنا نسبة البطالة في 11% وصلنا في أواخر سنة 2020 زد رقم كبير برشة 11% نعم وربما ربما توصل إلى 20% في نهاية السنة ننتظر الرقم ربما تحصل عليه في حدود 15 فيغري من السنة القادمة تقريبا ولكن البطالة تتفاقم نسبة الفقر تتفاقم نعم والمؤلم جدا وسمحني نقولها نسبة الأمية تتفاقم نعم نسبة الأمية على فكرة راهو كنا في مستوى 65% أمية وقت الاستقلال وبداية النسبة تنزل بشكل متواصل حتى يوصلنا إلى 15% نعم الآن نحن أكثر من 20% بقليل نسبة أمية وهذا خطير جدا أنه هنا نتكلم على أشياء هيكلية سنة 2020 سعى جدا نعم هذه مسائل هيكلية مجتمعية كيفاش أثرت سعز دين على المؤشرات الاقتصادية وطولنا نرجع لك للسؤال اللي أنا نحب نسأله كنت وقفه عند رفع الحجر الصحي الشامل المؤشرات هذه الاجتماعية كيفاش أثرت على الاقتصاد بنساوش أيضا هناك مديونية متخلفة من 2019 هناك عجز في الميزان التجاري أيضا يعني قاعدنا نعنيو فيه في سنة 2020 كل هذه المؤشرات كيفاش تداعت على الوضع الاقتصادي تقريبا بدون استثناء كل المؤشرات تداهرت باستثناء ثلاثة مؤشرات نتوقع لك عليها لكن أخطر مؤشر فيه رأيي الشخصي هو مؤشر الدين سواء أن تكلمنا على الدين العمومي يعني الدين الدولة أو الدين الخارجي نعم وهو الدين بالعملة لكامل الاقتصاد راهوا الدين العمومي الرقم الصحيح لو أخذنا بعين اعتبار ديون المؤسسات العمومية لضامنا فيها الدولة نلقا أن الدين العمومي وفات بقليل 100% من الناتج الداخلي الإجمالي وأن الدين الأجنبي بالعملة لكل الاقتصاد التونسي أيضا فات 100% من الناتج داخلي الإجمالي وبالتالي دخلنا فيما يسمى بالتدين المشط والتدين المشط يعني أن هناك أصبح شك في قدرة الدولة وفي قدرة الاقتصاد التونسي على مواصلة الوفاء بالتزامات المالية يعني مواصلة تسديد الدين بشكل طبيعي هذه ربما من أهم الأرقام وأخطر الأرقام لأنها تمس مباشرة بأغلى شيء عنها وهو السيادة الوطنية نعم واضح به لهنا أنت ذكرت في تحليل سابقة أنه الجدوى متع الاقتراض يعني من الخارج أصبحت وكأنها هلامية نوعا ما لماذا توم زننا ندينه رغم أنه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعني أوصد الأبواب أمام كل يعني سلفة لتونس أو قرض لتونس في هذا المجال توى أحنا سعز دين اللي يتفرج فيني يقول ملا منين مش نجيبه الفلوس في ظل تعطل محركات الاقتصاد الوطني في الظرف الحالي وهذا السؤال مهم جدا نحن نذكر اللي كانت تسمح لي ب فضل معناها مفارخة كبرى جدا اللي لحظناها في عديد السنوات منذ 2011 ولكن خاصة في 2020 في 2020 سيد الكريم قلنا نحن ننتظر انكماش في حدود تقريبا 10% يعني حجم الاقتصاد سيتقلص ب10% انتاجنا من الخدمات ومن البضع ومن كل شيء بش ينقص ب10% وشر الاقتصاد التونسي ما أنتجناهش في 2020 ولكن في نفس الوقت نفقات الدولة ارتفعت في سنة 2020 فقط ب20% شوف التباين الكبير جدا هناك تغول وتضخم لنفقات الدولة مع العلم من هذه النفقات مايش نفقات تنمية مايش استثمار عمومي وزور هي أجور وهي نفقات عامة وهي صندوق تعويض وهي يعني دفع أجور لمواطن شغل غير حقيقية نعم وما إلى ذلك يعني تصور أن ميزانية الدولة سيد الكريم أصبحت تمثل 48% من حجم الاقتصاد يعني ننفقه 48% قريب نصف ما ننجوه بش الدولة تغطي نافقاتها بينما في 2010 التي تتبقى السنة المرجعية كنا ننفق 28% شوف يعني الفرق ميزانية الدولة كانت 18 مليار دينار في 2010 الآن 53 مليار دينار ضعف 3 مرات في ظرف 10 سنوات تضخم كبير لنفقة الدولة خلينا نقول وأعتذر لسيدات والسادة المشاهدين مسبقا أنه مش ممكن في سنة مثل 2020 اللي فيها انكيماش ب10% أن نزيده في الأجور تعالوظيفة العمومية ب8% وأن نزيده في الأجور تعالقطاع الخاص ب6.5% نحن لا نوزع الثروة لأنه لم نخلقها نحن نوزع الفقر أنا لست ضد هذه الزيادات ولكن ضد أن تتسبب هذه الزيادات في تضخم مالي يزيد من تهرئة القدرة الشرائية للمواطن التونسي زدنا في الأجور ولكن التضخم كان أكبر من الزيادة التضخم تسبب في خسار تقريبا 50% من القدرة الشرائية للمواطن معدل المواطن التونسي منذ 2010 إلى حد الآن فبالتالي توجهنا خطأ نعم نسبة تضخم هي تراجعت سعزين نسبة تضخم تراجعت وعجل ميزان التجاري تراجع نعم ومخزون البلاد التونسية من العمر الأجنبية ارتفع بشكل كبير عنا أكثر أيام توريد أصبح 160 لكن ما نغلطوش حذاري من يعني التحليل مثل هذه الأرقام إذا كان نسبة التضخم مالي انخفضت راهو مش على خطر تصرفنا في الأوضاع الاقتصادية التحسنة بل بالعكس لأن هناك انكماش كبير في الاقتصاد انكماش في الطلب انكماش في الاستهلاك اللي يبقى آخر محرك للاقتصاد التونسي وبالتالي ننتظر مزيد من الهبوط في نسبة التضخم المالي ولكن هذا مؤشر لا ينبأ بخير نفس الشيء بالنسبة لعجز الميزان التجاري الذي تقلصه ولكن تقلصه علش لأن الصادرات تقلصت والواردة تقلصت أكثر واللي تقلص في الواردات هو توريد المعدات الماكينات معتش استثمار توريد المواد الأولية يعني نشاط المؤسسة الاقتصادية وتوريد المواد النصف مصنعة وتوريد التاقة يعني يكون هناك نشاط اقتصادي كبير يكون فيما استهلاك كبير للتاقة هذه المؤشرات تخوف ثالثا مؤشر مخزون البلاد لعملة من العملة الأجنبية ردوا بالنا أولا ساعة ذي بشي قولك راي مش فلوسنا فلوس الناس لأن مصدر الفلوس هذه كله اقتراض أجنبي كله اقتراض أجنبي واقتراض مكلف جدا فبالتالي حتى كان وصلنا للمية وستين يوم ما يجبنيش نفرحه بيها كثير أنا نخير نكون في مستوى تسعين يوم مثلا ويكون نشاط الاقتصادي ما يشي يكون نسبة النمو ستة أو سبعة في المئة أفضل بكثير يعني الأرقام ما سيعزدين ما هيشي مضبوطة مع أنت بالشكل الكافي أما هو ربما بداية تعافي مع أنت مغشوشة يعني حذاري من من طريقة تحليل هذه الأرقام أو قراءة هذه الأرقام أو قراءة هذه الأرقام لابد أن نقرأها على حقيقتها طيب وربما يعني ننظر لها بأكثر موضوعية أو واقعية ونحطوها في سياقها العام اللي موجود فيه طبعا الاقتصاد الوطني بشكل أساسي القطاع الخاص وينه من كل هذا الدولة مرهقة الميزانية متاحة تعمل مثلا ماشي مداخيل النفقات أكثر من المداخيل ثم برش اقتراب ثم كلفة أجور وكتلة أجور كبيرة برش القطاع الخاص علشما الآن ما يديش الدور المنوط به والمطلوب منه في هذه الفترة القطاع الخاص مهم جدا وراه المستقبل بالنسبة للاستثمار وخلق مواطن الشغل وخلق الثروة سيكون بالقطاع الخاص لكن احنا ما ننساوش شي معين ما ننساوش أنه ما ننجم يكون فما انتعاش اقتصادية إلا بالاستثمار فماشي على الآخر ولكن الاستثمار فيه تدرج وفيه يعني طريقة حدوث أول مستثمر يجب يكون الدولة في العنوان الثاني للميزانية ولكن الدولة شبه توقفت عن الاستثمار ما عادش فما استثمار عمومي لما نشوفه ميزانية 2021 وش نتكلمه على 2021 أكثر يعني الاستثمار الحقيقي لما ندقق في الأرقام هو 1.5 مليار دينار على 53 مليار دينار أقل من 3% ولما تكون أقل من 3% مجيش يكون عندك سياسة مجيش تستثمر ولكن لما تكون الدولة ما تستثمرش ما تقومش بدورها القطاع الخاص الداخلي المحلي ما نجيبش يستثمر طيب احنا نفهم وربما السياق العام اللي هي محاطة به يعني هياك للدولة في هذا المجال لكن شنو الموانع يعني المباشرة اللي الدولة معناتها ما تقدرش في ضوءها أنها تقوم الدور المطلوب منها في هذا التوقيت بالذات لأنه اللي صار مثل ما قلنا هو تضخم نفقات عادية الأجور ما روما عنا حد شي ضد الأجور وضد أنه تتحسن هذه الأجور ولكن اللي صار هو مش بالضرورة الترفيح في مستوى الأجر لكن الترفيح في كتلة الأجور الانتدابات الكبيرة جدا اللي صارت في الوظيفة العمومية نحن كنا في مستوى أربعمائة ألف وموظف الآن أكثر من سبعمائة ألف هذا هو الإشكال وكان عنا تعهدات رهما ننساوش كدولة لابد نحترم تعهدات نحن تعهدنا بتوقيع من السيد يوسف الشهد رئيس الحكومة من السيد محافظ البنك المركزي الحالي أنه نثبت أنه كتلة الأجور ستكون في مستوى 12.4% من الناتج الداخلي الإجمالي نحن الآن أكثر من 17 نعم يعني لم نحترم هذه الالتزامات وهذا من أهم الأسباب الآن اللي خلت صندوق النقد الدولي شبه تخلى عنا الآن ومعنى ش برنامج ولما ما يكونش عندك برنامج مع صندوق النقد الدولي راك ما تنمش تقترض من الخارج لأن كل المؤسسات المالية في العالم بما فيها حتى مؤسسات الخطاع الخاص رأي تصطف وراء موقف صندوق النقد الدولي من أي بلد طيب ثم سؤالي خوف هو سعز دين نعم وكلمة هي تخوف تخوفت وينسا برشا وذكرت في العديد من المناسبات وفي عديد من الظروف هي كلمة الإفلاس نعم وصلنا على حافة الإفلاس حسب ما تم تدوله رغم أنه رئيس الحكومة أكد ووزير المالية قال لي ما نخافوش من الجانب هذا فماشي شبح ربما قد يخيم على الوضع الاقتصادي في هذا السياق سيد الكريم أنا طوال السنوات هذه كلها لم أستعمل هذه الكلمة ولا مرة واحدة ولم أستعمل كلمة ثانية هو الانهيار ولا مرة هذه كلمات مخيفة وعلينا أن نتعامل مع الوضع دون أن نلجأ لمثل هذه يعني أن الاقتصاد قادر على التعافي الآن أنا في رأيي قادر طبعا في رأيي قادر طبعا على التعافي يعني بالرغم من كل هذه الصعوبات وبالرغم من كل هذه المؤشرات السيئة اللي وصلنا لها إمكانية إنقاذ هذا الاقتصاد واردة جدا إذا أردنا ذلك فعلا نعم سنعود إلى النقاش وتحليل هذا الجانب سيا عزدين ونحب نسألك سوال اللي أنا نحب نسأله لك من قبيلة وهو لو كنت أنت ربما في موقع قرار في منتصف الصناء أو عند رفع الحظر الحجر الصحي الشامل كيف يمكن أن نتصرف من حيث السياسات العمومية الاقتصادية ويتوجه يمكن أن نختاره لو رجع بناء الوقت وإلى الوراء حتى نتفادى ما نحن فيه الآن من وضع زميل بولبابا العيدودي أعد لنا هذا الربرتاج الذي يتضمن استجوابات مع بعض رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات رؤيتهم لسنة 2020 وكذلك انتظاراتهم من سنة 2021 2020 جائحة كورونا معناها هي النقطة اللي فايدة الكيس معناها عام الصعيب برشا إن شاء الله نجمو أن نخرج منه ودائر نحن على أبواب 2021 ونتمنى و2021 هو بش نخرج من الأزمة اللي احنا فيها لكن بمعناها جهود جميع الأطراف السياسية والحكومة ورئيس الدولة والناس كل يد يده والتجار ورئيس الأعمال وصحاب المؤسسات لازم لكلنا يد في اليد السنة المدومية البنطانية هي في أولوية لأولويات هو أنقاذ المؤسسات السغنة وسطة اللي هي تعدى ركيز الأساسية لإقتصاد تونسي ولو لم يتم أنقاذها ماشيين معناها إلى الأسوأ ورب يقضر خير وبره الحل سامبل ساهل على الأخر الحل هو الثقة هل أنه فم ثقة بين المؤسسة والمواطن والجنيرال والدولة أكيد معناها بش المؤسسة والمواطن والجنيرال بش يمشي في تاريق معناها التعافي من الجائحة من الأثر الاقتصادية الجائحة هذه كان ما فماش معناها ثقة في الدولة وثقة الدولة في المؤسسة مستحيل أن نخرجوا منها نطلبوا مننا رئيس الحكومة نطلبوا مننا رئيس الجمهورية بش يحاولوا يشوفونا معناها شنوما الحلول ولا شنوما معناها تفعيل القرارات وسياغ قانونية مدلنا يد المساعدة بش نجمو نجابه هالمشاكل هذه بشوية مننا وشوية منهم احنا نضحوا هم يضحوا ويعاونونا اكثر حاجة يعاونونا يسهلونا في التمويلات يسهلونا يأجلونا من يشتغل بين يلغولنا يأجل يا أخويا عام السناء عام السعيب على الناس الكل نطلبوا انه ان شاء الله 2021 يكون خير وترجع لبلاد كما كانت ان شاء الله يا ربي بالفاكسان بالدنيا الكل وان شاء الله مع بعضنا تونس خير كانت هذه أراءة بعض من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات المتضررين من جائحة كورونا هناك بعض الاقتراحات بعض الحلول المطروحة ولو بشكل موجز نبنيو عليها سيعزدين ثم مشكلة ضراب ثم مشكلة إرهاق المؤسسات يعني بهذا الحجم الكبير من الأداءات الجبائية والضراب كيفاش احنا توا ندخل في جانب الحلول وشن رؤيتكم الآن إلى السنة القادمة طبعا وضبية معتها نرجع شوية خطر هذه بعض الأضرار الناتجة عن أزمة كورونا كيفاش كنا نتصرف وقتها قبل ما نمروا للإجابة على السؤال المطروح منذ قليل سيد الكريم أنا في شهر أفريل كنت قلت أن الأوضاع الاستثنائية تتطلب حلول استثنائية وكنت اقترحت أنه في ذلك الظرف بالذات البنك المركزي يعيد شراء كامل رقاء الخزينة الموجودة عند البنوك التونسية يعني كامل الدين بالدينار التونسي الموجودة عند البنوك التونسية كان تقريبا في حدود 15 مليار دينار نعم لذخها في الاقتصاد لو تمت هذه العملية كنا نرحو شيئين شيئ الأول أنه نضخوا في الجهاز البنكي تقريبا حبما بين 7 و 8 مليار دينار من السيولة الإضافية مع طلب للبنوك أنه دور البنوك هو تمويل المؤسسة الاقتصادية وليس تمويل عجز ميزانية الدولة بكل وضوح يعني البنوك الآن أصبح تمول في عجز ميزانية الدولة ويعني الوصول للتمويل من طرف المؤسسة الاقتصادية أصبح صعب جدا والنتيجة الثانية كان تكون أيضا ضخ سيولة للدولة التونسية في حدود تقريبا ما بين 7 و 8 مليار دينار علاش لأن في ذلك الظرف بالذات الدولة كانت في موقف محرش جدا كانت مهاش مخلصة المزاويدين نتح كتاع خاص لكنها جابت فلوس للكوفيد وقتها جابت فلوس للكوفيد وما استعملوش بهذه الطريقة كنا نضخوا سيولة إضافية في هذا الاقتصاد بهذا الحجم كنا نجم نمنع أمورنا لأنه مثل ما قلت لك الدولة ما كانتش مخلصة مؤسسات الخاصة اللي هي مزاودين تاع الدولة في حدود 800 مليار ولكن أيضا ما كانتش مخلصة مستحقات المؤسسات العمومية في حدود 6.2 مليار دينار موقف محرش جدا ما لزمش الدولة تكون موجودة فيه وليزمها تخرج منه في أقرب وقت موقف طيب المصادية أنهكت والعديد منها أغلقت أبوابها وأفلست كيفاش نعاونهم اللي كنا نشوفه في بعض الأراء يعني كيفاش أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة أصحاب المؤسسات صغرى والمتوسطة الآن في حاجة إلى السيولة في حاجة إلى ذخ أموال كبيرة جدا منين سيعة الدين الأموال سؤال ممتاز جدا البنك المركزي هل أنه قادر الآن أنه يوفر هذه السيولة سؤال ممتاز جدا أحنا الآن ما نجوش نقترضه من الخارج كنوا واضحين هاي والمعلومة اتصلنا مؤخرا بالأسواق الخارجية وقلنا له إذا كان تونس تخرج اليوم للسوق المالية الدولية كيف سيكون التعامل معها وكان الجواب خطير جدا الحقيقة يقول لك أكبر مبلغ تنجم تحصل عليه الآن الدولة التونسية في الأسواق المالية الدولية هو 300 مليون دولار ولا شيء 900 مليار تقريبا تقريبا أكهو بينما ما نسوش في الميزانية حينا حاطين 13.1 مليار دينار من القروض الأجنبية في ظل هذه الوضعية إذن سياس دين أكمل لك أكمل لك ويقول لك راهوا حتى المدة معناها مش ممكن تكون لخمسة سنين ولا عشرة سنين راهوا متنوش تتزاوزوا ثلاثة سنوات قصيرة جدا بالنسبة لدولة وهامش الفوائد لانتريس شكون 11% فبالتالي الاقتناد من الخارج أصبح شبه مستحيل هذا الكلام المهم جدا هل هناك استراتيجية للدولة يمكن أن تتبيعها يعني للخروج من هذه الأزمة وهذا الاختناق المالي الكبير يعني هنا خاصة في ضوء القانون المالية متاع 2021 السؤال ممتاز لأنه قانون المالية متاع 2021 يقول راهوا الدولة في حاجة إلى 18.7 مليار دينار من القروض الإضافية وسؤال مي بش نجيبه نعرف بو نجيبه من الخارج ولذا الحل هو أنه نعول على قدراتنا الداخلية الحل هو أن نلتجي إلى البنك المركزي التونسي الحل أنه اللي صار في نهاية السنة الجدل اللي صار فيما يخص قانون المالية التكميلي ما كاروش صار البنك المركزي قادر أنه يفي بهذه الاتزامات وهو المصدر للعملة نعم لكن هناك مشاكل تشريعية سياس دين تعرفها ما فهم حتى مشكل تشريعي وحتى لو فهم مشكل تشريعي يمكن تجاوزه ولكن قولك فهم حتى مشكل تشريعي لأنه إلى حد الآن ما يحصل في نتاق القانون دون اللجوء إلى تغيير الفصل 25 في نتاق القانون أن الدولة تقترض من عند البنك التونسية والبنك المركزي والبنك المشكلة هي ما عندهاش أيضا سيولة سيولة جهة من عند البنك المركزي بعملية إعادة التمويل مثل ما حصل في السابق نعم أم مثلا في 2018 نعطيك الرقم في 2018 يعني السيولة لذخ البنك المركزي للبنك التونسية كانت تفوق 18 مليار دينار نعم شكرا سياس دين هذا هو الحل هذا هو الحل ولكن اللي نحب نقول راهوا ما يلزمش يكون سنة 2021 تواصل لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من التعامل مع الاقتصاد بشكل مختلف ولا بد من التعامل مع المؤسس الاقتصادية سواء كانت قطاع خاص وقطاعها مش هذه الاشكال ما التعامل معها بشكل مختلف جدا وأن نتوقف عن شيطنة المؤسس الاقتصادية وأن نفكر في مصالح هذا الاقتصاد وفي إمكانيات إنقاذ هذه التجربة لأن تجربة متع انتقال ديمقراطي دون اقتصاد قوي نعم ويجب أن الأطراف كلها تساهم والحوار الاقتصادي والاجتماعي يمكن يساهم هنا يجب أن يكون حوار اقتصادي واجتماعي يجب أن يكون حوار شامل لأن مشاكلنا سياسية أولا ثم اقتصادية مالية اجتماعية والسياسي يلقي بذلالها على الاقتصاد والاقتصاد يلقي بذلالها على الاجتماعي وما تكون عندك حكومات غير مستقرة وحكومات غير مسنودة بما فيه الكفاية وليس لها الجرأة أن تدخل في هذه الإصلاحات الضرورية ولكنها صعبة ما نجوش نقل ما يجب أن تكون على حساب المواطن زيدا يجب أن تكون على حساب تونس لأن تونس تحب تنقض اقتصادها وكله يكون على حسابنا ما نجيب وراء الشعب من الخارج يقولوا تحمل في بلساتنا يجب أن نتحملهم بسؤوليتنا الناس لكل الأطراف ونخلق الثروة أهم شيء ونخلق الثروة قبل توزيعها بالضبط سيد زين سعدان أن نرطنا بهذه التحاليل الممتازة وقراءة يعني بانورامية للاقتصاد التونسي في 2020 و2021 شكرا على تلبية الدعوة وربي يحفظ تونس أعطيه موفور الصحة والعافية ويحفظ تونس إن شاء الله وإن شاء الله كل عام أنتم بخير ربي يعزك سياس دينس عيدان الخبير المالي والاقتصادي الآن نمر إلى استعراض أبرز ما ورد في عنوين الصحف لهذا الأسبوع ثم نواصل هذا البرنامج معكم على الوطنية الأولى أخبار الاقتصاد والأعمال وجديد الأسواق المالية العربية والعالمية هي عنوين بارزة رصدتها وسائل الأعلم الوطنية والدولية ذمن مقالات تحليلية وقراءات نقدية لكل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي جولتنا في الصحف الوطنية هذا الأسبوع نستهلها بجريدة الشروق التي توقفت عند المداخل الهامة التي حققتها الوكالة الوطنية للتبغي والوقيد بفضل نجاعة سياستها الإصلاحية في المقابل أحصت صحيفة لوماناجر الخسائر الفادحة التي تكبدتها شركة المعامل الآنية بالساحل المدرجة في بورس التونس للأوراق المالية ما بين سنتين تسع عشرة والفين وعشرين والفين وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخسائر سببتها أزمة كورونا وتفاقم تداعيتها السلبية على نشاط الصناعي للشركة وفي خبر يبعث على التفاؤل نشرت بوابة الإذاعة التونسية استكمال أشغال منصة صناعية بكلفة أربعين مليون دينار في أجال مختصر بالقطب الصناعي بالفجأ من ولاية منوبة وتحت عنوان الرئيس الشرفي لجامعة النزل منزعجون من قرارات الحكومة والبنوك رفضت ضمان الدولة نقلت صحيفة الشارع المغاربية على موقعها استياء أصحاب النزل من قرار اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ننتقل الآن إلى أهم ما جدت به بعض المواقع العربية والعالمية موقع سكاينيوز عربية كتبا بعد ضغط الكونغرس ترامب يوقع خطة الإنعاش الاقتصادية وهي خطة لطالما انتظرها الشعب الأمريكي في شكل حزمة مالية ومساعدات تقدر قيمتها بـ 900 مليار دولار ونقل الموقع قول الرئيس الأمريكي دوناد ترامب إنه بصفته رئيسا للولايات المتحدة فإن مسؤوليته حماية شعبه من الدمار الاقتصادية والصعوبات التي سببها فيروس كورونا ونختم جولتنا الاقتصادية بصحيفة لوفيغاغو التي نقلت عدم ارتياح الصيادين البريطانيين بتوصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد لبريكسيت حيث قال ممثل عن الصيادين البريطانيين بأن هذا الاتفاق خدعة وخيبة أمل كبيرة للصيادين وللعاملين في صناعة الأسماك في بريطانيا باعتباره لا يحاقق لهم الفائدة المرجوة مرحبا بكم مشاهدين الكرام على الوطنية الأولى في تونس الاقتصادية في هذا الجزء الثاني من هذا البرنامج نستضيف السيد حسام بن عزوز رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة مرحبا بيك شكرا مرحبا ومعنا سي لطفي الخزامي وهو مدير العلام والاتصال ببورصة تونس أهلا وسهلا سي لطفي وأيضا سي زهير بالعربي خبير في تطوير الكفاءات مرحبا بيك سي زهير مش حكيه بعد شوية كيفاش ندخل سنة 2021 بمهارات قوية يعني تفتح أمامنا الأبواب احنا اليوم اخترنا في حقيقة قطاع السياحة لأنه القطاع السياحي هو من أكثر القطاعات التي تضررت من جائحة كوفيد برشا ناس فقدوا المواطن الشغل المتاحهم ونسبة العائدات السياحية التي تم فقدانها 72% رقم يعني مرعب ومخيف بالنسبة إلى قطاع حيوي يوفر مدخيل كبيرة للاقتصاد التونسي سي حسين كيفاش عشتوا هذه السنة العام هذا كما متعرفوا معامل سعيم ياسر على القطاع بالنسبة لتونس وحتى في العالم أجمع هي معناتها أزمة عالمية تقريبا جل المداخلين في القطاع ويكلات أسفار نزل وإقامات لكل معناتها يمروا بأزمة كبيرة من شهر المارس لليوم ومزلت كما تعرفوا ممكن بيشتتواصل الأزمة هذه قديش تقريب معناتها حتى لأي شهر فيما ناس تقول لجواء هل هذا صحيح ربما ولا حسب الوضع الوبائي والله شو معناتها بالنسبة من مارس ما كانتش عنا رؤية بالكل نجم تقول للي فما نجمه نشوفه المستقبل نوعا ما بحكيت لفاكسان ممكن لفاكسان أدخلت نوعا ما جرعة من التفاؤل هذه يا سيح حسام يعني التلقيح فما على الأقل فما بيرسبكتيف فما نجمه نقوله ممكن نجواء سبتمبر هو أكيد هي البلدان الأوروبية البلدان الأوروبية يعني دول الاتحاد الأوروبي تقريبا تحصت على ملياري جرعة يعني وبدأ ربما في تطعيم المواطنين في منطقة الاتحاد الأوروبي بهذه الجرعات من التلقيح إن شاء الله في تونس يعني يتم التسريع في الحقيقة في ربما تمكين توانسة من هذه التلقيح سيح حسام أنا مش أعطيك توا رقم حبك يتعلق لعليه يتعلق به القطاع السياحي في إطار فقرة رقم وصورة فضل 71% وذي هو النشاط مع أنت السياحي تقلص مع أنت تقريبا ما بين 70% و80% وتقريب 70% و80% من نزل ووكالات الأصفار مع أنت ما عندهش نشاط متوقفة مع أنت ذي هو الرقم يعني ثم حتى أصحاب وكالات الأصفار مهددين بالسجن في هذه الفترة بالذات نظرا لعدم دفع يعني المعاليم وضرائب وغير ذلك صحيحة المعلومة هذه صحيحة بالرغم كونه الحكومة في شهر نظامبر قرت بعض الإعانات للقطاع السياحي منهم مثلا إرجاء الأداءات ووحد والإعانات هذه وصلت لمستحقيها سي والله دخلت موجودة في قانون المالية اللي يتعدى أخيرا وإن شاء الله مع أنت يصير إن تفعوا فعليا يعني أصحاب النزل بالإعانات والمساعدات المالية التي تم إقرارها في وسط يعني في متصف سنة 2020 لا بصراحة لماذا؟ لا مع أنت هم مع أنت الإعانات هذه ما تشملش الشركات اللي عندها تدائن قديم حتى من قبل الأزمة ولكن تهم الشركات الأخرى اللي متواجدة طيب قد ليش من النزل تم ربما غلقوا أو أغلقها يعني بفعل تداعيات أو بفعل تداعيات الجائعة نصوروا تقريبا بين 70-80% من النزل 80% من النزل في مختلف المناطق السياحية في تونس أو في كل مناطق السياحية تلقى 4-5 نزل وشكون اللي يقدر أنه يواصل يعني هل أنه النزل متاع 4 نجوم ولا 5 نجوم ولا 3 نجوم تقريبا حسب التصنيف هو فما معانتها استفاقة هي أحنا القبل هي السوق الداخلية السوق الوطنية كان نجم تقول قبل ما هوش لهين بها بالكدار ولكن أولا هي سوق هام فما فنادق الحق مستوى عالي ما زالوا يشتغلوا خاصة على السوق التونسي ومواطن الشغل التي فقدت في هذه الجائحة قدعش تقريبا نصوروا ما بين 50-60% 50-60% تم التعويض ليهم؟ نعم تم التعويض ليهم؟ فما التعويض معانتها ضئيل معانتها فما صارت منحة في أفريل ومي بمئتين دينار نعم وانت تدافع كجامعة مهنية على أصحاب النزل أو على ربما العاملين في القطاع السياحي صراحة حسين شكون الأولوية متاعكم خاصة تم عائلات برشة ضرت من جائحة كوفيد على شكون ندافع أنتما لا احنا هما الشركات متضرين يجب الناس الكل تفهم الشركات فما شركة من مارس ما عندها حتى ما تخول باش نجم تخلص الشهاري ما عندها شي طبيعي كونه شركات تكون متضرة وبالتالي أيضا معانتها اللي يشتغلوا في القطاع ونذكروا القطاع يشغل في 400 ألف شخص فما 100 ألف مباشر و300 ألف غير مباشر وهو قطاع معانتها اقتصادي هام جدا طيب سنعود إلى سنة 2021 وربما أفق انتعاشها محتملة في هذه السنة لكن قبل ذلك نشوفهم بعضنا صورة اليوم هذه صورة سي حسين خليك انت تقرأها هذا النزل هذا النزل وهذا النزل تحول إلى مركز للإيواء طبعا ولي الحجر الصحي هذه يعني نحسبوها في باب التضامن يعني الوطني حاجة باهية إلى أي مدى أثرت عليكم أنتما كأصحاب مهنة والله احنا نتفاهموا معناتها بالعكس وحتى في أوروبا العديد من النزل معنات أعطاوا النزل لامتاحهم بش يسخروهم معناتها الناس المرضى في الحجر الصحي باه معناتها انتما متفاعلين معناتكمش إخلاق باه بطبيعة أنتما أخلتوا النزل أي أخلتوا النزل لامتاحه بالضبع مقابل حلول المرضى وهذا واجب وطني الدولة يجب أن تتعهد بالمدوات والعلاج هذا ما فيه شي نقاش لكن بعض أنتما الدولة أعطاتكم تعويضات ولا لا أنا سمعت فهمة اللي يتبرعوا بالنزل وفهمة اللي ممكن فهمة اتفاقية مع الدولة للتعويض أيضا موجود هذا طيب طيب ضيوفنا الكرام كانت تحبوا تتفاعلوا مرحبا بكم رهوة مرحبا سؤالي الآن خلينا في 2021 أي ربما بشرة أمل يمكن أن ننقلها إلى العاملين أولا في القطاع السياحي ثم إلى تونس كاقتصاد باعتباره أن المداخيل السياحي هي تقريبا رئة الاقتصاد الوطني كيفش ترى أنت سنة 2021 من بداياتها حتى ربما آخر أصائفة كما قلت لك قبيلة مع أنت فهمة رؤية الآن باللقاحات ممكن مش تبدأ تتحل الأزمة هذا حل هذا حل السيح حسين اللقاح حل تماشي أنتم ما اشتغلتوش على السياحة الداخلية مثلا اشتغلتوش مع وكالات أسفار هو نجم نقول لك كله تماشي استراتيجية واضحة في هذا المجال هي الحاجة الإيجابية في الأزمة هذه اللي هي أزمة مع أنتها ما رينا هايش قبل صاروا أزمة قبل الأحداث الإرهابية حرب الخليج لكن الأزمة هذه غير مسبوقة غير مسبوقة ومفاقشة أيضا والحاجة الإيجابية فيها اللي إن شاء الله من فوتوهاش اللي في الفترة هذه الأزمة هذه اللي بشدوهم في الوقت نقوموا بالإصلاحات الهيكلية للقطاع السياحي اللي يذور لي تعرفها قدمتوش مقترحات في هذا المجال فما برنامج احنا مع الوزارة فما الجامعة القنسية لوكالة الأصفار والسياحة مع الجامعات الكل معناتها خاصة مع سلطة الإشراف على اللي احنا نطالبه اللي هذه فرصة فما ما زال قدامنا عام كامل بش نقوموا بالإجراء إصلاحات الهيكلية اللي تهم المنتوج معناتها حوكمة القطاع وترويج المنتوج السياحي وذوم فرصة هذه هذه الفرصة نتاعنا بش نقوموا بال وما أنتها وصلت للأشراف نرمال مو عندها برنامج إن شاء الله إذا كان بطبيعة عندها مقترحات وعندها بوادر حلول أكيد أنه سيتم النظر فيها بالتعاون مع أهل المهنة بطبيعة القطاع السياحي القطاع يعني هو قاترة في الحقيقة الاقتصاد الوطني إضافة إلى القطاع الفلاحي والمنتوجات المعدلة للتصدير كما زيت الزيتون وغيرها إن شاء الله يعود إلى عافياته لأنه مهم جدا أنه الدولاب وقلوا أحنا بلغتنا يرجع يدور في النزل التونسية حتى التونسي يرجع أيضا للنزل وإن شاء الله ينفرج هذا الوضع الوبائي طبعا سي حسام شكرا لك على ما قدمته من إضافات وإن شاء الله تتعافى السياحة التونسية في سنة 2021 مهم جدا أيضا أنه نحكي على جانب قطاع آخر هو قطاع مالي بورصة تونس التي طبعا شهدت خلينا نقوله تراجعا في مؤشراتها في توناندكس بالذات وصل إلى قرابة 4% في سنة 2020 سنتعرف على مختلف هذه المؤشرات عبر هذه الحوصلة ونرحب مجددا بسي لطفي لخزام مرحبا بك نشكركم على تعاوننا مع التلفزة التونسية في إطار هذه الشراكة في عدد فقرة بورصة تونس إذن لدينا برشة مؤشرات نحب أن نستعرضوها سريعا بلما نمروا لفقرة الكوتشين تعطينا المؤشرات سي لطفي العنوان الأبرز بالنسبة لبورصة تونس شكرا لك أشكر شكرا للمؤشرات المؤشرات على تحطنا الفرصة للتعريف بنشاط بورصة تونس عام صعيب على بورصة تونس وعلى النشاط التعصق المالية بسفة عامة لليوم المؤشر تراجع بإلا 3.81% وقت نقوله مؤشر المرجعي لبورصة تونس هو مؤشر تونان داكس اللي يعكس الحركية متاع أسعار 79 شركة مدرجة في بورصة تونس نهيك اللي كان تأثير واضح متاع جائحة كوفيد على على مؤشرات البورصة ككل به نشوف نشاط السوق المالية الآن ها نستعرضوها سريعا لو تسمح نشاط السوق المالية خلال سنة 2020 تفضلوا زملائي نستعرض مع هذي المؤشرات كما لاحظوا مؤشر تونان داكس خلال سنة 2020 عرف 3 مرحل مرحلة أولى من أول السنة إلى 2 مارس وين المؤشر ارتفع بـ 1.16% لكن بيانشور بالكوفيد الـ 9 الفترة من 2 مارس لـ 17 مارس فم انخفاضها بأكثر من 15% وهذه فترة كبيرة برشا من 17 مارس لليومة دونك الحقيقة فمت ذبذب في مؤشر تونان داكس من الفترة الحقيقة هذه كل المؤشر كسبنا نوعا ما دونك مردودية إيجابية بحوالي 12.3% وان شاء الله نكملوا السنة على نفس المستوى 2019 اللي هو ان شاء الله في حدود إلى 2% نعم سمروا للمؤشر الآخر هذا مؤشر 2020 على مستوى المؤشر المرجعي لبورسة تونس لكن كما تلاحظ 2018 و2017 كانت إيجابية مثلا 2018 كانت 15.76% مثلا هنا زادا نشوف العديد من المؤشرات القطاعية باش ندخلوا أكثر تفسير للمؤشر لاحظوا اللي القطاع المالي كان من أكبر القطاعات التأثرت دونك القطاع المالي إلا 16.4% لهذه الفترة وكيف كيف زادا فم قطاع آخر زادا تأثر هي المواد الأساسية إلا 20.62% لكن من جملة 13 لحقيقة هذه المؤشرات القطاعية عنا 9 مؤشرات حقت مردودية إيجابية مروا المؤشرات القطاعية التي استعرضناها الرسم للسوقية رسم للسوقية فم تراجع بحوالي 4% بما يعادل 939 مليون دينار لكن الحاجة الإيجابية اليوم عندنا إدراج جديد تأمينات مغربية فم إضافة جديدة رسمية البورص بحوالي 250 مليون دينار وإن شاء الله هل تراجع هذه يتقلص عندكم سمنت قرطاش زاد أحدث تنتعاش ربما على مستوى المؤشرات بالعلاقة بعملية الخاصة في القيمة التي ملكها الدولة طيب ما مشاريعكم في 2021 سألطفي الحقيقة مشاريعنا في 2021 هو نحاول نوجه شركات للوجوء لسوق المالية التونسية خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة عن سوق خاصة بالمؤسسة الصغرى المتوسطة اللي هي السوق البديلة هذه سوق تحث في 2007 حاليا فيها مدرجة 12 شركة لكن فم قانون جديد اسمح للسوق هذه يندرجوا فيها شركات صغرى ومتوسطة اللي هي في حاجة تأخذ تمولات عبر السوق المالية التونسية سنة 2021 إن شاء الله تكون بامتياز سنة السوق البديلة لتسهيل لجوء الشركات الصغرى والمتوسطة لتمويل مباشرة طريقة غير مباشرة ضد المول الاقتصاد الوطني وهذه اللي يريد ركز عليها خاصة بالعلاقة مع السكتور هي مع ضد جهود الدولة لتمويل اقتصاد الوطني حاليا في أحسن نسب وصل لانها 10% السوق المالية تعاون الاقتصاد الوطني لكن الحقيقة نتأمل نسبة أكثر وبورسة تونس نقول هي الحل في الوضع هذه بش تعاون الدولة التونسية وكل القطاعات بش تمول استثمرات نعم سؤال أخير لو تسمح المواثن زادة هل أنه قادر على أنه يتوجه للبورسة ويستثمر فلوسه وعليش يحط ها مثلا في مكان آخر أو غيره نجم بش هو يلقى الحل في بورسة تونس احنا حاليا عنا 65 ألف تونسي مستثمر استثمار في بورسة تونس احنا في إطار قانون المالية لسنة 2021 المشرع رفع مثلا في حسابات الأدخار في الأسهم يمكن أي تونسي يسمع فينا ينجم يستثمر حتى مئة ألف دينار في حسابات الأدخار في الأسهم وهذا ما يتنحا مل باز أمبوزابل الاستثمار في بورسة تونس سهل وحل أيضا حل مهم لتوينسة البورسة تعاونوه ينصحوه ينجح في الاستثمار متاعهم ماذا تحكي عن صاح وتطوير المهارات هو بحضان سي زهير بالعربي خبير في تطوير الكفايات مرحبا بك سي زهير نورتنا إذن 2021 مهم جدا أنه ندخلوه بروح جديدة بأفكار جديدة بمهارات أيضا وكانت تحكين عليها أول حاجة شكرا الاستضافة مهم ياسر كل ما أنت قلتها المهارات المهارات فقنا بالكوفيد أنه فما مهارات متاع تأقلم اللي كنا مش في حاجة لها مش ما تحق إيميديات ما كما نقوله فرنسوية لكن الكوفيد أزمة الكوفيد هي اللي خلتنا نمشيو ونشيقو أنه فما ناس كما ناخذ مثال صغير اللي هو المعلمين مثلا اللي متاع المدارس اللي اللي يعملوا في الدروس اللي اللي البعض منهم ماهوش فايق اللي فما تكنولوجيا متطورة تخليك تعمل دروس اللي خاطر كان يدرس بالطريقة التقليدية ونبس وطوفى بعمالتها لكن الجائحة غيرت المعطيات اليوم فرصة فرصة كبيرة يسر باش نقوموا به التقييم هذا تقييم الكفاءات في مستوى المؤسسات وأيضا في مستوى الأشخاص زادة ما توفرش فما مؤسسات عند أوليوات أخرى كيفاش هذا نحن ديما نبدو بالمؤسسات شنية الآليات أخصائي الثروات البشرية أو الموارد البشرية نحب أقولهم ثروات نحبش قول موارد الأخصائيين هم ليشرفوا على الشيء هذا بيسير فما فريق عمل ديما هو ليشرف على الحكاية هذية كنجم نشوفه جبت إذا أمكن اليوم نحكيه على فهم للشخصية أول حاج الشخصية المهنية نركز على كلمة المهنية نعرفه الناس في ديارها ساعات ميش الناس في الخدمة مختلفين الشخصية المهنية الذكاء لها من نحن اليوم وركزوا زادها على أنواع الذكاء وركزوا على المهارات التي تطلبها تطلبها الوظيفة شمعنتها؟ معنتها اليوم فما مهنة تطلب مهارات معينة هل وهذا هو سؤال هل الأشخاص الموجودين في المناصب هذه عندهم المهارات المطلوبة اللي هي المهارات هل هي المهارات مهارات نجم تكون أي أنت والوظيفة مثلا لكن ثم حقويا سمشتركة في نهاية الأمر ثم دي سكيلز ثم مهارات اللي هي المفروض أنه قبل ما يدخل الإنسان عام جديد ولا خدمة جديدة طبعا عنده نقول وحنا المهارات الأساسية 2021 اللغات تكنولوجيا الاتصال ديجيتال ديجيتال فما ناس كان تهربا منه برشرة طيب صحيح طوى بالكوفيد ما عادش كان آلوكس طوى وليت حاجة فلازمة فماشو أي أن كان عمرك أي أنت كانت الجنال حتى اللي مش متكون يزمو يتكون وصار هذية صار على جناح السرعة ما تفهمة ناس تكونت في حاجات تتكون فيها عام كامل تكونوا فيها في أربع خمسة أيام معنتها اليوم وقفة تأمولية المؤسسات هل الشخص المناسب موجود في المكان المناسب لكن مش بتقييم بعيننا نشوفه النواع الذكي هم ثمانية المهنة نراجعه أول حاجة قبل الأشخاص نراجعه المهن مهم ياسر المهن ماذا تتطلبه اليوم اللي تتطلبوا البارح المهنة ما تتطلبوش اليوم المهنة تغيرت المعادلة اليوم نشوفه نراجعه المهن متطلباتها ثم نشوفه الأشخاص اللي يمارسوا في المهنة هذيك هل هم اليوم في نفس مستوى المتطلبات هذية بالنسبة للأنواع الذكاء أن نوعية الشخصية فمع بيد كانت تخدم ليح وهي ستراح نقوله لكن تلقى رويحة في ديارها تخدم فمع بيد تفدت فمع بيد تقلقت وهذا عنده نتائج وخيمة ساعات على الانتاجية امتاحهم خاطر الشخصية ما هيش مطابقة إذن شخصية أنواع ذكاء والمهارات الجديدة التي فرضها علينا هذا الوضع الجديد فمن استراه وضع مخيف احنا نراوه فرصة هذه نوع ده كانوا في العام الجديد تبدأ معنا سيد زهير ونواصلوا أكثر في تحليل هذه المعطيات مهمة جدا حقيقة باش نبدأوا عام جديد بكل مقاومات النجاح شكرا لكل ضيوفنا باركة الله فيكم مشاهدين الكرام نشكر كل الزملاء الذين أنتجوا هذه الحصة زميلة فاطمة غربال وكذلك من العلوان وكل فريق التقنية والإنتاج وكل الزملاء في الحقيقة إن شاء الله عامكم مبروك إن شاء الله تونس خير في سنة 2021 وأيضا نتمنى السلامة للجميع إلى اللقاء اشتركوا في القناة